واحدة من أهم المنح الدراسي المقدمة سنويًا للدراسة بشكل مجاني في السويد مع تمويل ضخم جدًا. من أهم ميزاتها لا يوجد شرط محدد للعمر تشمل تكاليف السفر يشارك فيها الكثير من الجامعات السويدية ونجد أن عدد المقاعد المتاحة يتجاوز 300 مقعد دراسي. مرحبا بكم في قناة موندو واليوم سوف نتحدث سويا عن المنحة السويدية المعروفة باسم SISGP وبكامل تفاصيلها مع شرح طريقة التقديم عليها خطوة بخطوة. منحة SISGP أو المعروفة باسم The Swedish Institute Scholarships for Global Professionals هي منحة سنوية تهتف إلى استقطاب عدد كبير من الطلاب الدوليين من جميع نحاء العالم لتحقيق حلمهم بالالتحاق بأي جامعة السويدية داخلية في المنحة. طبعا لاحقا سوف نرى أن عدد الجامعات السويدية والتي يمكن تقديم عليها كبير جدا. في الحقيقة نجد أن هذه المنحة تهدف إلى منح المقاعد بناء على التنوع والمساواة بين الجنسين وبغض النظر عن العمر أي عمليا لا يوجد شرط محدد للعمر وبعيدا عن اختلاف المعتقدات الدينية. ولاحقا نرى أنها تستهدف بشكل خصوصي الطلاب من العائلات الفقيرة والذين لا يمكنهم تحمل عباء دراستهم. دعونا إذا نبدأ بالتمويل الخاص بالمنحة. نلاحظ أن المنحة تشمل ما يلي. أولا تغطية كامل الرسوم الدراسية الخاصة بالجامعة والتي سوف يتم دفعها بشكل مباشر من قبل المنظمة الممولة إلى الجامعة. ثانيا تشمل راتب دراسي شهري يقدر بحوالي 950 يورو طيلة مدة الإقامة في السويد. ثالثا تشمل تكاليف السفر حيث سوف يتم منح مبلغ يقدر بـ 1500 يورو للتكاليف الخاصة بالسفر. رابعا نجد تغطية كامل للتأمين الصحي خلال فترة الدراسة. أما ما يميز هذه المنحة عن المنح العالمي الأخرى فهي أولا فرصة مميزة جدا لتصبح عضو من منظمة The SI Network for Future Global Leaders أو معترب منظمة NFGL وهذا سوف يساعدك بشكل كبير في التطور والتقدم في مجال عملك في السويد. أما ثانيا فهي فرصة ذهبي أخرى لتصبح عضو في منظمة The SI Alumni Network الشهيرة. طبعا الفرص التي سوف يتم منحك إياها لتصبح عضو في المنظمتين السابقتين سوف تضمن لك عمل ذات مستوى رفيع جدا في إحدى الشركات سوى السويدية أو العالمية. وعليك الانتباه لأن المبلغ الذي سوف يتم منحك إياه لتغطية تكاليف السفر وكما ذكرنا يقدر بـ 1500 يورو يتم دفعه مرة واحدة فقط. ولكن ماذا لا تغطي المنحة؟ في الحقيقة المنحة لا تشمل التمويل الخاص بالعائلة ولا تغطي رسوم عملية التقديم للتسجيل على الجامعة. دعونا الآن نرى المراحل المستهدفة. المنحة تغطي بشكل رئيسي برامج الماستر بدوام كامل أو الفول تايم لمدة سنة واحدة أو سنتين. وفقط مقدمة للبرامج الدراسية التي سوف تبدأ حصرا في الفصل الخريفي من كل سنة. طبعا للتقديم لهذه السنة يتوجب عليك اختيار البرامج التي سوف تبدأ في الفصل الخريفي من سنة 2020. وطبعا يستمر التمويل الخاص بالمنحة في السنة الثانية بعد التأكب من أن المتقدم حقق النجاح في جميع المواد الدراسية في السنة الأولى له. ما هي الاقتصاصات المستهدفة في هذه المنحة؟ نجد أن المنحة تشمل عدد كبير جدا جدا من الاختصاصات المشمولة. ومنها البرامج الهندسية بمختلف أنواعها برامج إدارة الأعمال بكفة أفرعها وبرامج الاقتصاد البيئة السياسية الطاقات المتجددة وغيرها الكثير الكثير الكثير. عمليا جميع الاقتصاصات الدراسية يمكنك أن تجدها عبر الموقع والذي سوف نرفقه أسفل هذا الفيديو. أما بالنسبة الدول العربية المشمولة فللأسف ليست جميع الدول العربية مشمولة وإنما فقط لدينا مصر الأردن المغرب السودان وتونس. أما بالنسبة لعدد المقاعد المتاحة فنجد أن المنحة تشمل 300 مقعد دراسي. أما لاحقا فدعونا نطلع على الشروط فلكي يكون المتقدم مؤهل للحصول على المنحة الدراسية يجب عليه تحقيق ما يليه. أولا أن يملك المتقدم خبرة عمل سابقة لا تقل عن 3000 ساعة عمل وذلك قبل تاريخ التاسع من الشهر الثاني من كل سنة. وللتسجيل لهذه السنة طبعا عليك تحقيق عدد ساعة العمل قبل التاسع من الشهر الثاني من سنة 2020. طبعا حيث يتوجب عليك إثبات عملك السابق عبر المستندات تثبت ذلك. أما في حال كان الشخص يعمل بشكل حر أو ما يعرف في فريلانسر عندها يتوجب عليه إثبات ذلك أيضا. ويظهر أمامك على الشاشة كيف يتم احتساب عدد ساعات عملك سواء كان دوام جزئي أو دوام كامل. أما الشرط الثاني فأن يظهر المتقدم القدرة على القيادة عبر عملها السابق أو عبر الأعمال الخيرية ضمن منظمات عالمية. لاحقا يجب أن يقوم المتقدم بدفع رسوم التقديم على البرنامج الدراسي وذلك قبل تاريخ الثالث من الشهر الثاني من كل سنة. أما رابعا أن يكون المتقدم قد قام بالتقديم بشكل مسبق على أحد البرامج الدراسية في إحدى الجامعات السويدية الداخلية في المنحة وذلك قبل تاريخ الثالث من الشهر الرابع من كل سنة. وهذا ما سوف نراه في الشرح اللاحق. أما الحالات التي لا يحق للمتقدم التقديم فيها على المنحة فهي أولا أن يكون مقيم في السويد لمدة سنتين أو أكثر ثانيا أن يكون حاصل المتقدم على منحة السويدية من قبل لمرحلة الماستر وثالثا أن يكون المتقدم حاصل على شهارة علمية من إحدى الجامعات السويدية وأما أخيرا إن كان المتقدم يدرس حاليا في إحدى الجامعات السويدية دعونا الآن نرى المستندات المطلوبة للتقديم أولا مطلوب صورة عن جواز السفر ثانيا الشهادة الثانوية والجامعية ثالثا مطلوب كشف العلامات الخاص بالدراسات السابقة أما رابعا فمطلوب رسالة تحفيز أو الموتيفيشن لتر ويجب أن تكون حسب النموذج الممنوح من قبل موقع المنحة والذي تراه أمامك على الشاشة وطبعا سوف نرفق جميع النماذج في رابط أسفل هذا الفيديو مطلوب خامسا سيرة ذاتية أو سيفي ويجب أن تكون حسب النموذج الممنوح من قبل إدارة المنحة أيضا لاحقا على الأقل مطلوب رسالتين توصية وأيضا حسب النموذج الممنوح من قبل إدارة المنحة أخيراً مطلوب مستندات رثبت خبرة العمل والقيادة حسب النموذج الممنوح من قبل إدارة المنحة أيضاً. دعونا ننتقل الآن لنرى سوياً طريقة التقديم على هذه المنحة. هذا الموقع أصدقائي هو الموقع الرسمي للتسجيل على معظم الجامعات السويدية طبعاً هو موقع universityadmissions.c بحيث إن كنت ترغب بالدراسة على النفقة الخاصة أو التقديم على أي منحة سويدية ففي كل الحالتين تقوم بالتقديم على أي جامعة سويدية عبر هذا الموقع الخطوة الأولى هي إنشاء الحساب الخاص بك ومن ثم الإجابة على هذا السؤال هل تملك هوية سويدي أم لا؟ طبعاً سوف نقوم بالضغط على لا الخطوة اللاحقة هي معلومات بسيطة من الاسم اسم العائلة، تاريخ الميلاد، رقم الموبايل ومن ثم العنوان والمدينة الخاصة بك ومن ثم يتوجب لك وضع الإيميل والباسورد أو كلمة السر الخاصة لإنشاء الحساب ومن ثم هنا سؤال هل ترغب بالحصول على معلومات دعائية عن دراسة في السويد يمكنك الاختيار نعم أو لا ومن ثم الانطلاق لإنشاء الحساب الخاص بك طبعاً لاحقاً يظهر لك هذا المربع وأيضاً في نفس الوقت يتم إرسال الإيميل إليك بأن الحساب الخاص بك تم إنشاؤه بنجاح وللتأكب من معلوماتك يمكنك الانتقال إلى قسم البروفايل ومن ثم التأكب من معلوماتك أو تعديل عليها للبدأ بعملية التقديم على الجامعات نقوم بالضغط على Find a Course ومن ثم هنا تبدأ مرحلة اختيار الجامعة أو اختيار البرنامج الدراسي المناسب لك عبر هذا المربع نلاحظ أن جميع الجامعات السويدي سوف تظهر لك إن قمت بالبدأ بالبحث إن كنت تعلم مسبقاً بالبرنامج الذي ترغب بالتقديم عليه تقوم باختيار اسم الجامعة ومن ثم اختيار الفصل الدراسي الذي سوف يبدأ فيه البرنامج طبعاً حسب شروط المنحة تحدثنا عنها من قبل يجب اختيار البرامج التي سوف تبدأ حصراً في الفصل الخريفي من سنة 2020 وبالتالي نبقي هذا الخيار كما هو هذه هي قائمة الجامعات والبرامج المتاحة عبر المنحة التي نقوم الآن بالتقديم عليها طبعاً تجدها عبر الموقع الرسمي المنحة وأيضاً سوف نرفقها أسفل هذا الفيديو نجد أنه يوجد الكثير من أسماء الجامعات الداخلة في المنحة والكثير من أسماء البرامج المتاحة طبعاً جمعها لمرحلة الماستر إن كنت ترغب بالتقديم على برنامج معين قمت باختياره من هنا تقوم بنسق اسم البرنامج والجامعة على الموقع الذي تحدثنا عنه ومن ثم إيجاده بشكل مباشر أو لدينا خيار آخر وهو العودة إلى الموقع ومن ثم تحديد معلومات البحث عبر هذا المربع لنفرض أننا نبحث للتقديم على برنامج ماستر لهندسة العمارة نقوم بتحديد مربعات البحث على مرحلة الماستر ومن ثم نقوم بنسخ اسم البرنامج ووضعه في هذا المربع من هنا تظهر لنا جميع برامج هندسة العمارة المتاحة في الجامعات السويدية لمرحلة الماستر طبعاً كيف نتأكد أن هذا البرنامج متاح من قبل المنحة البرامج المتاحة بعد الانتباه لإسم الجامعة المانحة لهذا البرنامج على سبيل المثال نقوم بالبحث عن برنامج هندسة العمارة المتاحة عبر هذه القائمة والذي تقدمه جامعة لوند يونيفورستي والتي رأيناها مسبقاً هذا برنامج عمارة تقدمه جامعة أخرى مثلاً نقوم نحن بالبحث عن جامعة لوند يونيفورستي نجد أن الجامعة مشمولة بالمنحة وأن البرنامج أيضاً مشمول بالمنحة وهو متاح لمدة سنتين دراسيتين لأنه لـ 120 كريدتز حسب النظام الأوروبي نعود عندها للموقع الأصلي ويمكننا الاطلاع على معلومات شاملة عن هذا البرنامج من هنا مثلاً يبدأ البرنامج في الفصل الخريفي من سنة 2020 بتاريخ الـ 31 من الشهر الثامن لغة الدراسة اللغة الإنكليزية وهذا الكود الخاص بالبرنامج برنامج فول تايم أيضاً أما الاطلاع على معلومات إضافية وشاملة حول البرنامج نقوم بالضغط على هذا الرابط من هنا لنتحول لموقع البرنامج والخاص بجامعة لوند يونيفورستي أو الجامعة المانهة نلاحظ هنا معلومات إضافية شاملة عن البرنامج ومن ثم ننتقل لشروط التقديم على هذا البرنامج نلاحظ أن المتقدم بحاجة لشهارة بكالوريوس في هندسة العمارة بحاجة لأن يقوم بتقديم عمل مسبق وأن يكون لديه شهارة لغة إنكليزية في هذه الحالة مثلاً مطلوب شهارة الآيلز بنتيجة 6.5 أو أعلى طبعاً إن انتقلنا للتقديم على هذا البرنامج بشكل مباشر عبر هذا الموقع بالضغط من هنا نلاحظ أنه يتم تحويلنا بشكل مباشر مرة أخرى إلى الموقع الذي بدأنا فيه ولهذا نجد أن التقديم على جميع الجامعات السويديية يتم عبر هذا الموقع تحديداً نعود إلى الابليكيشن الخاصة بنا إذن ونقوم بإضافة هذا البرنامج إلى قائمة البرامج التي نرغب بالتقديم عليها عليك أن تعلم أنه عن طريق هذه المنحة يمكنك اختيار أربعة برامج مختلفة أي أربعة رغبات في الطلب الخاص بك أي مثلاً تقوم بالبحث عن ثلاثة رغبات أخرى ومن ثم إضافتها إلى قائمة البرامج الخاصة بك نحن سوف نكتفي بهذا الطلب وننتقل إلى تعبئة الابليكيشن الخاصة بنا بالضغط من هنا هذه هي صفحة الابليكيشن الخاصة بنا هنا يوجد معلومات مهمة جداً لعملية التقديم يتم إخبارنا أولاً أنه يتوجب علينا ترتيب الرغبات الخاصة بنا حسب الأفضلية وهذا الأمر مهم جداً هنا يذكر أنه يمكنك التقديم على أربعة برامج ماستر مختلفة وبالإضافة لمعلومات أخرى أتمنى من جميل الطلاع عليها لاحظوا معي أنه نملك حتى تاريخ الخامس عشر من الشهر الأول من سنة 2020 كديدلاين أو كموعد نهائي لتعديل الابليكيشن الخاصة به يوجد لدينا هنا حقلين نقوم بالضغط على continue في الحقل الأول ومن ثم يتوجب عليك الإجابة على هذا السؤال من هنا هل تملك الشهادة العلمية الخاصة بك هي من خارج الاتحاد الأوروبي طبعاً يطلب منك تحديد الدولة الخاصة بك أو الدولة التي حصلت منها على هذه الشهادة العلمية التي تملكها وهي شهادة البكالوريوس في هذا المثال لهندسة العمارة هنا يوجد ملاحظة مهمة جداً خاصة برسوم التسجيل على الجامعة أو الابليكيشن في طبعاً المنحة لا تشمل هذه الابليكيشن في ولكن هذا الخيار من هنا إن قمت بالضغط عليه أنت تخبر إدارة المنحة بأنك غير قادر على دفع الابليكيشن فيه الخاص بالبرنامج وأنك سوف ترفق لاحقاً مستند يثبت عدم قدرتك المالية على دفع هذه الرسوم هذا الأمر شخصي يعود لك فإن كنت قادر على دفع الرسوم عليك ترك هذا المربع فارغة وأن رغبت بالاطلاع على معلومات أخرى عن كيفية تجنب هذه الرسوم يمكنك ذلك عبر هذا الرابط ومن ثم نقوم بالضغط على Submit طبعاً هنا أنا لم أقم بالضغط على المربع السابق وبالتالي يظهر لي هذه المعلومة بأنه يتوجب عليه دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل والمقدرة بحوالي 900 بالعملة السويديية وأنه يتوجب علي دفعها قبل تاريخ الثالث من الشهر الثاني من سنة 2020 وفي حال لم أقم بدفعها لن يتم احتساب الابليكيشن الخاص به في هذه المرحلة بالتحديد أنت تحصل على إيميل يخبرك بأن عملية التقديم على الجامعة السويدي بدأت وبالتالي ننتقل للضغط على OK في هذه المرحلة يتم إخبارك أن الابليكيشن الخاصة بك لن يتم أخذها بعين الاعتبار إن لم تقوم بدفع الابليكيشن فيز والتي تحدثنا عنها مسبقاً نحن عملياً ننتقل إلى قسم الـ Documents لإكمال الابليكيشن الخاصة بنا هنا يوجد معلومات حول عملية رفع المستندات على الموقع عملياً تقوم أنت برفع المستندات عبر الضغط على Upload Documents ومثم رفع المستندات المطلوبة طبعاً نحن ذكرنا في الفيديو ما هو مطلوب من قبل إدارة المنحة سواء من شهادة اللغة الإنكيزية أو صورة عن جواز السفر أو الشهادات الجامعية الخاصة بك طبعاً إن قمت بالضغط على المستندات الجامعية المطلوبة لمرحلة الماستر عبر الضغط على هذا الرابط تنتقل إلى هذه الصفحة والتي تخبرك خطوة بخطوة عن ماذا يتوجب عليك فعله للتقديم بشكل صحيح طبعاً يوجد كم هائل من المعلومات في هذا الموقع ولن نتمكن من شرحها أو التحدث عنها بشكل كامل وبالتالي سوف أتحدث عن أهم النقاط تقوم أنت باتباع النقاط خطوة بخطوة باتباع الخطوات الموضحة من هنا مثلاً الخطوة الأولى يتم عن طريقها إرشادك إلى المستندات التي يتوجب عليك رفعها طبعاً جميع المستندات ذكرناها في الفيديو مسبقاً ولكن هذا لا يعني أنه لا يتوجب عليك الطلاع عليها مستند مستند أما الخطوة الثانية فهو التأكد من أن دولتك مؤهلة بشكل كامل للتقديم على برامج الماستر في السويد تقوم أنت باختيار دولتك طبعاً يرجى الانتباه لأنه فقط 5 دول عربي مؤهلة قمنا ذكرها من قبل في أول الفيديو وبالتالي نأخذ مصر كمثال نلاحظ أنه من الشروط تحقيق شروط اللغة الإنكليزية للتقديم على مرحلة الماستر يتوجب علي المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الإجازة وفي الحقيقة المعلومات مفصلة ومشروحة بشكل كامل وأتمنى من الجميع الطلاع عليها نقوم نحن بالعودة إلى الموقع الرسمي إذن كما ذكرنا يتوجب علينا رفع المستندات الخاصة والمطلوبة من قبل إدارة المنحة هنا يوجد ملاحظة مهمة جداً في هذه الفقرة وهي معلومات عن الشروط التي تطلبها الجامعة التي ترغب أنت بالتقديم عليها في مثالنا قمنا بالاطلاع على برنامج هندسة العمارة من جامعة لوند يونيفورستي وقمنا بالدخول إلى الموقع الخاص بالبرنامج بالبحث ضمن هذا الموقع نرى أن الجامعة تطلب مستندات معينة خاصة بها وبالتالي هنا يذكر في حال كانت الجامعة الخاصة بك تطلب مستندات إضافية بعيداً عن مستندات المنحة يتوجب عليك تسمية الملف الذي سوف تقوم برفعه على هذا الموقع بشكل مميز مثلاً إن كانت الجامعة تطلب منك letter of intent تقوم بوضع اسم المستند مع أرفاق اسم الجامعة في هذا المثال letter of intent gothenberg طبعاً gothenberg هو اسم جامعة في السويد في مثالنا نقوم نحن بالتقديم على جامعة لوند وبالتالي نقوم بوضع مثلاً letter of motivation لوند وبهذا نظهر للموقع بأن هذا المستند مطلوب من الجامعة ونحن قمنا برفعه على هذا الموقع مع باقي المستندات طبعاً وإلى هنا أصدقائي نكون قد طلعنا على معلومات ملخصة وسريعة عن كيفية التقديم على هذه المنحة أما مواعيد إغلاق التقديم على المنحة فيجب عليك الانتباه لأن تاريخ الخامس عشر من الشهر الأول من سنة 2020 هو موعد إغلاق التقديم على الجامعات السويديية لاحقاً نرى أنه يمكن التقديم على المنظمة المسؤولة عن المنحة بين تاريخ العاشر من الشهر الثاني أو شهر فبراير من عام 2020 وحتى تاريخ العشرون من الشهر الثاني من سنة 2020 أي عملياً تملك عشرة أيام فقط لإرسال طلبك لإدارة المنحة وبالتالي يجب أن يكون كل شيء جاهز قبل تاريخ العاشر من الشهر الثاني وخاصة أن الموقع خلال العشرة أيام هذه يكون مضغوط جداً نظراً لكثرة الطلبات في النهاية إن كنت تعتقد أن هذا الفيديو مفيد ويستحق المشاهدة لا تنسى العجاب به ونشره بمشاركته مع أصدقائك اشتركوا في القناة